مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل بدأت بوساطة أمريكية منذ عام 2010 بطريقة بطيئة جدا ما الذي دفع أمريكا لاستعجال إتمام هذه المفاوضات اليوم؟ مساء الخير لكم ولمشاهديكم وللضيوف إن فهمي أن اللبنانيين بدأوا يظهر بعض المرونة فيما يتعلق بموقفهم فيما يتعلق بخط 2009 في اليوم الثاني من الوساطة منذ 2020 بدأت علامات المرونة والانفتاح تجاه المفاوضات ومن ثم فإن الوسيط استخدم هذه الطاقة وهذه الرغبة عبر الدبلوماسية لأن تناكس هذه في جهود إيجابية أعتقد في النهاية أن الجانبين أظهر مزيد من المرونة على مدار عام ونصف بعد أن كان الوضع قد تأذم منذ 2009 ترجمة نانسي قنقر